بسم الله الرحمن الرحيم شكراً لتواجدكم معنا في سلسلة الوبنارات التي تقيمها أكاديمية الشبكات سيسكو في جامعة تكريد أسبوعياً عنوان الوبنار اليوم حول مقادمة عن إنترنت لكل شيء والتعليم الإلكتروني سيضمن شرح تطبيق سيسكو بإكس ميتينج نموذجاً بعد ما اعتمدتها جامعة تكريد بالنسبة إيش في الكليات وكذلك في الأقسام ورشة هذه افتراضية تقيمها كلية العلوم الإسلامية جامعة تكريد خصوصاً أن كلية العلوم الإسلامية قد حققت نسبة 100% بالتعليم الإلكتروني بالتسجيل بالجوجل كلاسروم وهذه السلسلة من الوبنارات هي التي تقيمها أكاديميتنا ضمن البرنامج الأكاديمي لسيسكو هي جزء من المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها أكاديميتنا في دعم المؤسسات التعليمية ومنها جامعة تكريد ثم منحهم شهادات هذه الشهادات تكون راح تنفعهم في سوق العمل وكذلك في معرفة الحول الرقمي الذي ممكن أن يطرع على حالياً أنه متجهة إلى الجيل الجديد حديثنا بالبداية راح يكون عن أكو طبعاً سلق قبل أن ندخل أكو يعني تنبيهات طريقة التنبيه الأول أنه الأسئلة راح تكون في نهاية الوبنار والتنبيه الثاني يرجع لكم نكتم المايك خصوصاً بالموبايلات لأن تعرفون أنه الموبايلات بيها تأثير أنه قرب المايك عن السماعة يعني حتى قطع للإشارة ممكن أن يتسبب أنه أذية للبقية كذلك تأكد من المايك ومن السبيكر تعمل بصورة صحيحة وفي نهاية هذا الوبنار راح نعمم رابط وبناء على هذا الرابط يتم نحكم شهادات مشاركة وبناء على شهادة المشاركة مستقبلاً راح أعطاكم مشاركة من قبل جامعة رئاسة الجامعة بالنسبة لحابة الأشياء أو إنترنيت لكل شيء هي ستراتيجية اعتمدتها أكاديمية سيسكو في ربط البيتول والبراسس والديتا والثاني قامت هذه هي عناصر الإنترنيت لكل شيء الهدف منه الهدف أنه ربط كل هذه الأشياء التي تشيق بنا ربطها بالإنترنيت تكوين شبكة التصالات هذه شبكة التصالات تكون أكثر رصانة وأكثر وأكثر جودة أو قيمة من الأجيال السادقة بالنسبة للإنترنيت التقديرات تقول والإحصائيات تقول أنه سنة 2010 كان عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنيت في 12.5 بليون جهاز أي مايعادل يعني 12.5 مليار مليار جهاز متصلة بالإنترنيت في حلول عام 2015 يصل عدد الأجهزة إلى 20 بليون يعني مايعادل 20 مليار جهاز متصل Paint حالياً المتوقع حلول عام 2020 حلول عام 2020 أن يصل عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنيت أن يصل إلى خمسين بليون أدريس طبعاً هذا الخمسين بليون اللي هي خمسين مليار أدريس يعني هذا الكمل هائل من الأجهزة راح أكيد راح يسببي بكم هائل من البيانات وهذه حركة مرور البيانات تحتاج إلى أجهزة وسطية وكذلك تحتاج إلى بنى تحتية صحيحة في سبيل أنه إيش في سبيل أنه نضمن سلامة وجودة إيش وجودة الاتصال الحديث عن هذا الجيل وربطة بتطبيق المهم وبروري جداً خصوصاً بعد التحول وكذلك التنبيح على أمور أنه خصوصاً أحنا المجتمعات اللي أحنا نعيشها هي تختل أن قد تكون المجتمعات الأخرى من جهة الثقافة ومن جهة من أمور أخرى كثيرة لذلك مجالة الخصوصية والخصوصية اللي ممكن أن تحدث إذا كان هناك جهل باستخدام وكذلك سوء استخدام لهذه الشبكة اللي راح تربط كل شيء بالإنترنت إذا كان هناك يعني سوء استخدام هذه ممكن أن يأثر على شنو ممكن أن يأثر يعني ممكن أن يأثر على كثير على مجتمعاتنا حتى ثقافياً ممكن أن يأثر لهذا أن التنبيه ومعرفة ما يدور بالتكنولوجيا آمر ضروري لأن التكنولوجيا هي سلاح لوحدين يعني ممكن أن تستخدم شنو؟ ممكن أن تستخدم صالح المجتمعات وممكن أن تستخدم يعني عكس أو ضد هذه المجتمعات لذلك هذه الستراتيجية اللي راح تتنفذ سنة 2020 واللي هي تم تنفيذها برشلونة اللي هي وكذلك حالياً أنه دوباي هي داخلة ضمن هذا اللي عارضة الستراتيجية أنه كل شيء يكون مرتبط بالإنترنت هذه الستراتيجية ضرورية أنه أعرفها لتكون عندنا نهيئ بناء تحتية يعني نهيئ خلينا نقول البناء التحتية حتى من جهة الأشخاص لاستقبال أو حتى استيعاب هذا الجيل من الإنترنت تعرفون أنه الخصوصية أصبحت حالياً منتهكة أنه كل شخص ممكن أنه أبطل إذا ممكن أنه أعرف هذا الشخص أو توجهات هذا الشخص أنه ممكن من خلال أنه أدخل على أي من التطبيقات اللي هو يستخدم هكذا وسائل التواصل وممكن أنه أنا أعرف توجهات هذا الشخص إذن الخصوصية هذه خصوصية أصبحت منتهكة في ظل السوشيال ميديا يبلغ وسائل التواصل الاجتماعي وهذا الخصوصية هي حق وممكن أن تحاسب عليها هذه الشركات مستقبلا خصوصا أنتو تعرفون أنه الانترنت غير مقنن وبحلو العام 2020 الستراتيجية تهدف ستراتيجية الانترنت تهدف إلى إيش؟ تهدف إلى تقنين الانترنت بحيث أنه توجد مواد ممكن من خلالها أن حامي حقوق الأشخاص والانتهاكات اللي ممكن أن تحدث عبر الشبكة هاي العلامة اللي هي شبكة الإنترنت إذن هذا الجيل اللي إحنا جاينا نتحدث عنه اللي راح يشبك كل شيء بالانترنت هذا راح يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى تهيئات من جهة الخصوصية وتحدثنا عنها ومن جهة السيكوريتي من جهة السيكوريتي تعرفون أن السيكوريتي أمر جدا مهم أمر جدا مهم ليس؟ أمر لأنه العلاقة بالبيانات الشخصية ومثل ما تعرفون البيانات الشخصية هي أهم من الأجهزة لهذا أنه السيكوريتي هي لازم تأخذ بنظر الاعتبار وأحنا لو من اعتمدنا لو من اعتمدنا تطبيقها اللي هو تطبيق سكو بيكس ميتنك اعتمدنا عن دراسة بعد ما إيش أثبت أن تطبيق الزوم أنه بيحتواءه على سيرفر خفي وهذا السيرفر ما قدره يعالجو مسألة الـ وكذلك أنه كثير أمور تطبيقها السيكوريتي هي منتهكة بالأضافة إلى التطبيقات الأخرى اللي إيش تكون مجهولة في الغصدر وماكو مفوقية وكذلك أنه عدم وجود دراسات أو وجود دراسات العفوق تشير إلى الريكوردينج مانيجمينت من جهة الس السيكوريتي ثيرد بارتي يسموها الثيرد بارتي انتغريشن وكذلك أمور أخرى من جهة الفير ترانسفير وانتغريشن لكن ما يهم هو السيكوريتي كذلك ظهر جيل آخر يسمى بالأمن سبراني وهذا الأمن السبراني هذا مضروري جدا الأمن السبراني اللي هو الأمن فيما يخص الحياة الرقمية اللي راح تيتحول لها واللي هي أصلا استراتيجية اللي وضعت بالنسبة اللي تم وضعها بالنسبة للإنترنت والجيل حاليا اللي هو الجيل الانترنت of things انتو تعبون الانترنت كبدايات كبدايات الانترنت هي بلشت الشبكة العنكبوتية سنة 1990 يعني دخل شبكة العنكبوتية والناس يسمعون بشيء اسمه انترنت وهذه طبعا سبب من جهة العناوين وكذلك مشاكل من جهة ايش من جهة المشاكل اخرى حتى من جهة انه امكانية تحمل البنى التحتية هذا الكمل هائل يعني من الاجهزة بعد ان ظهر الـ www ظهر الموبايل هذه كلها عوامل ممكن ان تأثر على الاداء اذا هذه مقدمة هي ضرورية انه احنا كمؤسسات تعليمية ومن ضمنها جامعة التكريب لازم هذه المؤسسات ان تكون هي ايش ان تكون قد يعني ان تكون مخططة الـ الـ الى بنى تحتية في سبيل استقبال ايش من اجل استقبال هذا في سبيل استقبال هذا الجيل اللي ممكن انه اللي ممكن ان يحل علينا في العام يعني اثناء او في منتصف او بعد منتصف 2020 ويستمر اكيد هي كستاتيجي هي تستمر الى اكثر من ممكن الـ 2030 الخصوصيات اللي من ضمنها سبلومنت المسج ومثل ما تعرفون السبلومنت المسج هذه ناس ألة طبعا عليها بحوث انه كيف انه انا اقدر ارفق صوت كيف انه انا اقدر ارفق صوت حتى ممكن او قرآن ارفق صوت وارسل اشارات يفهمها جسم الانسان يفهمها يعني الانسان وهذه ايش تكون هي منتهكة تكون منتهكة لاخصوصية للانسان اذا السبلومنت المسج هو من ضمن الامور اللي جاي تدرس في سبيل ايش من ضمن الامور اللي جاي تدرس في سبيل انه يعني استيعاب هذا الجيل كذلك البطالة وغيرها من الامور حاليا احنا احنا يارات يعني المصطلحات انجليزية بس معناها مختصة بالعربي حتى يعني تفهم الصورة بافة عدنا ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله هذه بالاخير انه ممكن ان نفسرها حتى بالاخير النوت يعني ان شاء الله ان نوضح كل شيء اذا هذا وراح ان قدر المصطلح انه افسر كل شيء اذن ايش اذن احنا كمؤسسات وخصوصا احنا ككلية طبعا واحنا يعني نشكر المبادرة اللي اقامتها طبعا كليتكم وكانت بجهود الكتور نجم جزال الله خير حول انه اقامت هذا الويبنار اقامت هذا الويبنار وخصوصا ككلية مثل كليتكم حققت هذا الانجاز لهذا انه طبعا احنا 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 نشكر السيدة العميد ونشكر المعاونين وكان ولو هو الشكر متأخر لكن انه تعرفون انه قد يكون انه بالنقدمة الموضوع وبالنهايات هي تكون المسائل اللي هي خصوصا بالمحاضرات العلمية تكون بالنهايات بسر الترحيب وكذلك الكلمات المهم اذن هذا الجيل هذا الجيل والاستعدادات لهذا الجيل لن يكون احنا تهيئة تهيئة داخلية لاستيعاب هذا الجيل يعني تعرفون احنا التطبيقات اللي موجودة عندنا يوميا احنا نستخدمها عوائلة تستخدم هذه التطبيقات مثل الواتساب مثل تطبيق الفايبر مثل تطبيق التليجرام مثل الفيسبوك وغيرها سوشيال هذه كلها تطبيقات انه ممكن ان يكون بها الخصوصية منتهكة يعني هاي البيانات اللي جاينا رسالها هي هي بيانات تخزن بالسيرفر واي اختراق ممكن ان يتعرض للسيرفر ممكن ان تكون مكشوفة وماكو قانون ماكو قانون ان يحميلي خصوصيتي اذا حدث هيتش انتهات بالنسبة للخصوصية لهذا انه بعض الشركات وبعض التطبيقات انه تفعت ما يسمى بالسيكرتش اللي هي المحادثات السرية وهذه المحادثات السرية يعني نوعا ما تحاميلي على ايش حاميلي مسألة الخصوصية من خلال ايش من خلال انه عدم ترك بيانات على السيرفر وبهاي الحالة انه لو حدثت مسائلة لهذه التطبيقات او قائمين على هذه التطبيقات ممكن ان ايش ممكن انه يعني يتحججون وجود السيكرتش اللي هو يسمح الاتصال بين الممسل والمستلم على البيانات على السيرفر نرجع انه محاضرتنا عن تطبيق تطبيق الويبكس ميتنج الويبكس ميتنج هو من ضمن عائلة الويبكس اللي تضمن الويبكس سانينج سنتر الويبكس ميتنج اللي هو المعني بالشرح الويبكس تيم الويبكس سبارك وانت مجموعة من التطبيقات اللي هي انتلها شعر سيسكو راح نرجع انه نسوي ايش راح نسوي مشاركة للشاشة بالنسبة للشاشة اللي موجودة امامكم راح نسوي لها مشاركة وراح نسألكم انه ظهرت او لا حاليا الشاشة امامكم نسألكم 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 الشاشة اوكي مثل ما نشوفون هو كبقية التطبيق يتكون هذا التطبيق يتكون من شريط اعلى هو يسمى غالبا بشريط العنوان ويحتوي على هذه الازرار المشهورة اللي يزر اغلاق وتضيير وغيرها وبعدها يتكون من هذا التطبيق من مساحة المستخدم اللي يعرض بها المادة بحالة انه سوى مشاركة لبيانات للمحاضرات يتم عرضها هنا او بحالة انه اعرض المستخدمين اللي موجودين حاليا عندي مثل ما شوفون انه المستخدمين اللي موجودين هنا اقدر اعرضهم بالصيغة بحيث انه اطلع على اللي موجودين حاليا من الحقوق هذه المساحة وكذلك يتكون من ايش من هذا الابشن اللي يسمونه بالميتنج انفورميشن معلومات حول الاجتماع مالتنا اذا ننقر على هذه راح يمطيني عنوان الوبنار اللي هو قامة اقلية الشريعة جامعة الاجتماع 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 وكذلك راح يمطيني رسيل اخر الاجتماع وكذلك الهوست اللي هو قام بالاجتماع هنا راح يمطيني اللي يسموه هذا الزر اللي يسموها grid view اللي يظهر لي ممكن انه من خلال اتحكم بالطرق العرض يعني ممكن الاشخاص يكونون اسفل مثل بهاي الصيغة مثل ما نشوفون هنا الاشخاص يكون او ممكن اخليهم على شكل شنو grid view على شكل شبكة مثل ما نشوف هنا امامكم او ممكن راح يظهر اسمه موجود امامي كذلك انه عندي شكل يسموها floating panel view هذا floating panel view اذا انقرها ممكن انه ايش تسوي لي اشبه بالتوسع او جعل full screen ممكن انقر عليها وترجع عندي الشاش مثل ما كان بالنسبة الشريط ما يهمني بالنسبة احنا كمستخدمين ما يهمني ضمن الوب اكس انه هي قائمة file ما يهمني ضمن هاي القائمة هو اخر خيار او عندي الحفظ بحالة انني عندي مثلا حفظ الشات صارت محادثات مهمة تصويت تصويت زانعة هذا ممكن انه سوي حفظ هذه الشات وممكن انه اطبعها باعتبار ان كل شخص صوت بنعم او لا ضمن المحادثات كذلك انه يحتوي على هذا الامر الى الاسئلة اللي خزنتها اللي يسموها الpooling نوبات اسئلة راح نجي نشوف انه انا اسوي استبيان اثناء المحاضرة اثناء مجلس انه من يوافق على جودة المحاضرة على مثلا يوافق على قانون معين تفسير معين ضمن الكلية او ضمن القسم امر راح نشوف انه موجود هذا الخيار ضمن هذا التطبيق الامر الاخر هي مغادرة اخر شيء كيف نتم المغادرة من هذا التطبيق عموما مغادرة ومثل ما تعرفون اذا تمت المغادرة من هذا التطبيق ما ممكن للاشخاص المشاركين بالويبنار اللي حاليا موجودين ان يدخلون الا بعد الاذن من قبل ايش من قبل الهوست اللي هو اللي فاحب المحاضرة او هو الشخص اللي دعاكم الى هذا الويبنار الامر الاخر القائمة الاخرى المهمة هي القائمة الادت اللي هي تحرير قائمة الادت الفايل ملف الاخرى هي قائمة الادت اللي هي تحرير ضمن هاي القائمة ضمن هاي القائمة عندي اهم شيء فونت اللي هو فونت اللي هو الخط فونت اللي هو الخط ومن هاي الاش اقدر أتحكم بحجم الخط بحجم وكذلك أتحكم بأمور أخرى الأمر الآخر ضمن قائمة هو هذا الأمر اللي يسموها البريفرنس اللي يمطيني مجموعة من الخيارات العفو تسمعون صوت يمون نعم نعم كبير نعم يحقق على مجموعة من الخيارات فيما يخص تشات يقول هنا we're receiving a message لما تستلم message أقدر أقول له أشيل علامة الصح بسبيل أنه ما أسبب رباك لما حاليا تسمعون نوبات يعني أصوات هذه نتيجة النسجات اللي ترسل على الخاص هناك وبعض اللي بلجنا جاي نبهون اللي اللي جاي يسوون مثلا يعني ينقر على هارمال الرائز اللي رفع اليد وغيرها يمكن نسوير باك صراحة للمحاضرة فجاي يرسلوهم فجاي نسمع نحن أصوات اللي هي مضمنها يعني صراحة ما شاعلين هاي علامة الصح لون شيل علامة الصحة من هنا ما راح إيش ما راح نسمع هاي لأصوات اللي اللي نتيجة المسج اللي يروح ويجي فضرورية وممكن أنا أحدد الصوت ليش؟ لأن ممكن أحدد هذا الصوت حتى أميز من خلال النغمة هذي إنه أنا وصلتني وصلني مسج أو أكو شخص دخل أو أكو شخص خرج أو مثلا شخص رفع إيدا لان راح نجي إنه أكو بيها أكو تظهر يد صف في الاسم إنه لما تنقر عليها معناها أنه أنا عندي سؤال معناها أني عندي سؤال أثناء الوبنارز أو أثناء المحاضرة أو أثناء أي جلسة يعني تقام من خلال الوبنارز هذا فيما يخص هذا فيما يخص المشاركين الأشخاص المشاركية هناك كذلك إنه اختيار الساوند يسموها الثانس أحداث الصوت إذا أريد أن نخلي علامة صحة هناك معناها أنه أي شخص يدخل راح يمطيني نغمة وهم ممكن أحدد هاي النغمة ومن خلال هاي هناكو شخص دخل وهذه بحالة أنه الشخص اللي يخرج هم ينطيني نغمة فأنا أشيلهم دائما فقط نخلي رفع اليد رفع اليد نوضات ضروري أنه أثناء المحاضرة طبعا أنه أو نوضات حتى رفع اليد يعني الكسياق معمول بالوبنار دائما نكون المداخلات نهاية المحاضرة حتى ما تسبب أن تعرفون جودة الاستخال وكعوامل أخرى ممكن أن تأثر على المحاضرة إذن هذي كل ما يخص الشاب وكل ما يخص اللي هم المشاركين اللي هم تقول أوكي وتحفظ عندي شنوى تحفظ عندي الإعدادات اللي أنا نفذتها اللي بعدها عندي اللي هو الشير والشير بيه ثلاث خيارات الخيار الأول هو الشير كونتينز وهذا الشير كونتينز أنا لو من أريد أعرض لكم هسا أي بريزنتيشن أو عند طلاب دراسات أو عند طلاب دراسة أولية فادي أعرض لهم مادة أو مجلس قسم أو مجلس كلية أنقر على الشير كونتينز راح ينطيني ينطيني خيارات طبعا هذه الخيارات أختار على شير أختار شنوى أختار شير أختار شير راح شي سويلي راح ينطيني اللي موجودة مثل ما نشوفون أمامكم ظهرة السلايد هذي إيش شير كونتينز وأنا أبدأ أشرح على المحابرة اللي موجودة حالياً عندي إذن أول وظيفة للشير كونتينز هي مشاركة المحتويات اللي موجودة عندي على سطح المكتب اللي موجودة وين على سطح المكتب المسألة الأخرى المسألة الأخرى اللي هي ضمن ضمن قائمة شير اللي هي ضمن قائمة شير عندنا الشير يسموها شير ميديا وهذه الشير ميديا غاروية لأني أحتاج أنه أعرض لهم فيديو أعرض للمن أعرض للمشاركين اللي ويايا تعرفون أنه بعض الوبنرات بعض البرزمتيشن أو بعض المحاضرات يعني نعرض بيها فيديوات من كتن هذه الفيديوات بيها مثلاً فكرة ريد نوصلها مشاهدين أو الحرور فنفس الشيء يمكن أنه أنت تخلى الرابط من اليوتيوب أو أي أنه تخلي هنا ويقول له أوكي طبعاً لازم أنت نفعل خاصية يسموها الملتي ميديا وراح نشوف منين نفعلها الملتي ميديا ويقول له أوكي بهاي الحالة أنه شنو بهاي الحالة أنه راح الفيديو يظهر علماً إلى المشاركين ككل أنتو راح تشوفون الفيديو محتويات الفيديو وراح نستفادون من الفكرة الفكرة اللي يشتويها هذا الفيديو الأمر الثالث اللي إحنا حالياً مستخدمين اللي هو share my meeting window اللي أنا مسوي لكم share علماً للويندو مالتي للواجهة مالتي في سبيل أنه الواجهة تظهر أمامكم وممكن أنه إيش وممكن أنه إحنا نستفاد أنه من حركة الماوس تستفادون من حركة الماوس وكذلك التأشير على البوتونز أو الأوامر اللي إحنا شنو اللي إحنا نحتاجها أو نحتاج أن نفهمها ضمن هذا التطبيق أو نتدارسه مع بعض هذا إذن هو share my meeting window اللي هو أنا أصلاً المتحدة حالياً هذا share my meeting window الأمر الآخر أو القائلة الأخرى اللي هي ضمن اللي بيو أكون عندي full screen إنه الشاشة كاملة full screen إنه تكون العرض عندي بالنسبة لكم راح يظهر العرض كامل عرض كامل بالنسبة للسكرين يعني إذا كانت شاشة الموبايل وسويت بإذنة إيش رحاني أنفذ هذا الأمر راح يشوفون إنه تتغير راح تختفي حتى يختفي شريط القوائم عندي فيكون هذا العرض يكون مناسب يعني تكون الشاشة مناسبة بالنسبة للمشاهدين صراحة الأمر الآخر الأمر الآخر ضمن هذا الـ view أكون عندي البانال البانال اللي هي دائما اللي موجود على اليمين اللي يشوفها من هو اللي يشوفها الهوست يعني الهوست الشخص اللي هو حاليا أنا اعتبر هوست كيف أنه أقدر أسوي ريستور لللاي أطمالتها أنقر عليها راح يظهروا لي منهم راح يظهروا للأشخاص اللي هم مشاركين وممكن أن أنا يتحكم بأي شخص من الأشخاص ممكن أقول عليك لكيمين ممكن أنطيرون أو ممكن أنه أمنع سوي لكتهم حتى ممكن أن بحالة أنه عدم التزام بشروط الويبنار أو شخص مثلا شخص أنه نتيجة مثلا الكود ما للويبنار يعني خطأ وأشخاص دخلوا أنه ممكن الهوست اللي موجود هو ويعطي المحاضرة ممكن أن يسوي إكتفيل اللي ممكن أن يسوي طرد لهذا الشخص اللي يدخل وممكن أن يسوي لك للاجتماع يسوي قفل للاجتماع بحيث أي شخص ما ممكن يدخل وهذا رح نيجي نشوف كيف نسوي لك للاجتماع إذن أول أمر أنه كيف أظهر هذه كيف أن تظهر هذه القائمة مع للأشخاص أنه ممكن من خلال هذا الأمر الأول الأمر الثاني إخفاء هذه القائمة والأمر الثالث عن لها يعني أريد أن أخذ من هذه القائمة طبعا هنا عندي أريد أسماء المشاركين تظهر من الأشخاص الموجودين عندي أو أخلي تشات بحيث أن أنت تقدرون تبعثون لرسائل سواء على خاص أو على العام كذلك أنه عند الأدوات التي يسموها النتا تول هذه أداة رح نيجي نشوفها أن تساعدك أنت بالمحاضرة كيف أن تأشر كيف تخلي خارج كيف تكتب على السلايد يعني تنطيق كأن ما حيات وقع حقيقي يعني بحيث أن أقرب إلى الواقع هذا الواقع الافترض يكون تحاول قدر الملاحظات بالإضافة إلى الملاحظات هذا الملتيميديا الدور الذي تحكيتنا عنه الذي نريد نسوي شير للميديا يعني نكون ضائفين علما ضائفين لل سبيل أن لما نعرض الفيديو ستكون عندهم هذه الخاصية ممكن أن يشاهد الفيديو هذه للعلم صراحة ثاني هسا أقدر أمنع مثلا أسوي المن الملاحظات وكذلك في الملاحظات وغيرها ممكن هذه تخفى من جهتكم في سبيل ما تعب في سبيل حسب الأشخاص وغير شيء اسمه pooling وهذا غروري سنرى نرى هذا pooling سنستخدم كل الإعدادات الموجودة ومع الخيارات الموجودة من هذا التطبيق إذن قلنا هذي كل ما تخص المنج العمليات المنج للpanel اللي تظهر عندي باليمين باليمين التطبيق بعدها عندي الshow المن للميتين كونترول المن إخفاء أو إظهار للميتين كونترول هذي تسمى ميتين كونترول ميتين كونترول تحتوي على الكثم هنا إذا قراني سوى مت كثم بحيث إذا تحدث ما تسمعوني نفس الزر اللي موجود أمانكم وهي يعني الميتين كونترول شريط وصول سريع دائما يحتاج المستخدم بدل ما أنا أروح على شريط القوائم وأبحث عن الأمر لأ أنا موجود يكون عندي أمامي مجرد أن أقول شنو شير كونترين وأدخل أسوي شير للمحاذثة بدل ما أنا أروح على قائمة شير وأنقر على هذا الأمر يعني للسرعة أنه خلوه يسموها الميتين كونترول هنا التسجيل التسجيل من الفيديو كذلك أنه أنا ممكن أن أسوي التسجيل من هذا المكان هنا الملاحظات هنا اللي هي ملتيميديا فيوار اللي قدلكم أنه إذا فوينا شيء مجرد رحي قمعدنا البيوار هنا هذي يسموها مور أوبشن يعني خلارات يحتاجها من الصبر يحتاجها اللي هو يدير الجلسة يحتاجها الشيء يا automate هذه مخيارات هي ممكن أنه يسوي لوق للميتين يعني يوقف لالجلسة بحالة أنه دخلوا الأشع HTTP المعنيين دخلوا الأشع HTTP المعنيين ممكن أن يسوي لوق المن ممكن أن يسوي لوق للجلسة ممكن أن يسوي لوق المن للجلسة الأمر الثاني ممكن إنه شنو ممكن طبعا لو من نسوي لوك للجلسة راح يظهر عندي قفل هناي. يقول الميتنج إزلوك. يعني الاستماع هو شنو مقفول. ما يقدر أحد يدخل على الميتنج. واضح؟ راح نحن نشيل منه القفل لأنه ممكن إنه بعض المشاركين يعني أخروا عن الجلسة أو الوبينار. الأمر الآخر إنه أنا مثلا أثناء الوبينار وصلتني رسالة إنه يريدون اللينك أو يريدون دعوة أو يريدون دعوة إنه ش أسوي هنايا؟ إنه أنقر على الإنفايت وأرسل دعوة أرسل ما أريد كتابته ومن خلال الإيميل أسوي شنو أسوي إنفايت أو تذكير أو تذكير في الوبينار. إذن أنا هاي خيارات موجودة عندي ممكن إنه من خلال هذا إيش خلال هذا المور أوبشن اللي موجودة ضمن الميتين كونترول أقدر أتحكم بيها وممكن إنه أنا أسوي كابي الميتين لينك يعني مثلا هناي وأجي أروح على الشات أجي أروح على الشات اللي موجود يعني بالنسبة للبانال خلق نظهرها مثل ما قبل وأجي على أي شخص إنه ممكن إنه أبعث له شنو؟ أبعث له هذا الشي اسمه؟ أبعث له هذا مثل الدكتار أنس هاي أو أبعثه للكل يعني فهناي ممكن إنه أنا مثل ما أشوفون أنطي اللينك مثلا هو طلب مني أحد يريدي ينظم للجلسة هو ما عنده اللينك أريد زيت الدكتار أنس مثل ما أشوفون هنا أمامكم نرسم الدكتار أنس وممكن الدكتار أنس أن يأخذ هذا اللينك وإيش ويبعثه من خلال أي من الواتساب أو التليجرام أو أي من الأبليكيشن اللي موجودات عندنا اللي نستخدمهن بحياتنا اليومية ويقدر من خلال أيش من خلال هذا اللينك أن يدخل إلى الواتساب ويستخدم من ما موجود ضمن هذا الواتساب من المادة العلمية أو اللي نقول غير الواتساب كمحاضرة إذن قلنا ضمن الواتساب وعندي أمور تخص الأوديو طبعا والسبيكر هذه كلها إيش وهذه كلها أنه هذه كلها تخص شنو هناك دكتور يعني هذا مجرد مثال دكتور أنسح نبعثنا فهنايا بالنسبة أن إيش هذه كل ما تخص الوابنر اللي هي الأوبشن أكو هناك أمر طبعا أنا ما رح أصلها اللي هو الأكس لأن ممكن أن نسو مغاقب الاند ميتنج والليذ ميتنج الاند ميتنج إنهاء الجلسة مع بقاء الأبليكيشن موجود يعني الأشخاص يعني موجودين وأني نهاية شنو نهاية الجلسة مالتي رطيتهم مشعار إنهاء الجلسة لكن ممكن أن يتحدثون وأسمعهم أما الليذ ميتنج لا أنا مغادرة الجلسة كان لأ والأشخاص رح يختفي منهم إيش منهم الدخول وكذلك الويندو التي موجودة أمامهم اللي تخص الجلسة هذا بالنسبة إلما هذا بالنسبة بالكونتر والميتنج اللي موجودة ضمن منه ضمن اللي فيو اللي تحدثنا عنها ممكن نسوي لها خطاء تختفي مثل ما شوفوها ممكن أن تختفي وممكن أن نسوي لها ظهار نرجع نسوي لها شور وتظهر أمامكم يعني حسب ما هو يحتاج من هو حسب ما يحتاج ال 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 المحاضر أو الدكتور حسب ما هو يحتاج إنه يريد يشوفها أمامه أو ما يريد يشوفها أمامه وكأنما هو أمام التابل يعني مية وهو اللي يعجب يخلى الأدوات اللي يتناسبه اللي هو هذا الهدف من من الميتنج يعني أدوات تكون أدوات سريعة ممكن أن تخدمها بعمليات عرض المحاضر الأوديو هو قلنا هاي شرحناها بالمورت قلنا شي خص سبيكا الأوديو كونترول لازم أنا أتأكد دائما وإحنا مارد ننطبقها هذه لأن ممكن أن نسبب بالنحراج يعني ينقطع الاتصال كذلك كلها أنه يتم ضبطها لذلك احنا نتجند صراحة لأنه يسبب قطع قطع لما نحنا ندخل على هاي الإعدادات البارتسيبنت الأشخاص اللي هم المشاركين هذه قائمة جدا مهمة وإنتو فقط أكثر شي وكذلك الميتينج يعني أكثر ما يحتاجها وطبعا هذه النوضات نحن طبعا ضمن قائمة الميتينج هاي اللي خيشي لها طبعا هي تغني وراح تشوفوها انتو بالاستخدام هذه البارتسيبنت اللي هم المشاركين ممكن تسبب كتم لي كتم للكل هسا أنا رح أنقر كتم للكل وننتظر رح يصبح كتم لكل المشاركين أوتو من يمي يصير الكتم هنا أريد أرفع الكتم من الكل كتم الصوت هنا أريد أخلي كتم عند دغوط يعني لما رح يدخل المشارك يلقى المايك مالة أوتو مكتوب وهذا ممكن يفيد ليش لأن النبات هو يدخل مثلا هو جديد على التطبيق فممكن أنه شنوه يسبب هذا يعني عدم القدرة على التحكم بالجهاز إذا أقوى أشخاص الشيطون يعني ممكن أن يسبب الإحراج فنحن نشيل هذا الإحراج نزيل هذا الإحراج هذا الخيار اللي هو الكتم واضح الأمر الثاني اللي هو شنوه مع الدخول مع خروض يعني نغمة صوت هذه ممكن أنه نشيلها طبعا الأمر الآخر الآخر اللي الدعوة هذه طبعا اللي قدر المرأوش كذلك ممكن من هذه أنه نفس الدعوة شرحناها باعتبار من هذا الشريط يعني شريط وصول سريع يسموه وكذلك ممكن أن نستوي كابلي للنك للنك الدعوة اللي وصلكم أنه دخلت على هذا الويبنار ممكن أنه أرسله الشخص مثل ما تحدثنا قبل شوية هذا كل ما يخص هذا كل ما يخص الصراحة مجموعة النوط خيارات عندي أخرى اللي هي يسموها هذا يسموها هنا أنه بالcommunication أقدر أنه يعني الكل المشاركين أقدر أشيل خيار يعني أشيل منكم الخيار لا تقدر بتشات ترسل كل الأشخاص أشيل منك هذا الخيار أو مثلا أشيل منك خيار الأذى يسموها participant لغير المشاركين مثل الhost مثل هو الشخص اللي يقوم بالمحاضرة يعتبر host أو البرزينتر اللي شخص يجب عنه ومن غير الرو مال سوف نحن نجي يشوف أنه أنا حاليا أقدر أي شخص منكم أنه أحول مال ويدي المحاضرة وبنفس الخصائص اللي أنا أمتلك ناقص بعض الخصائص إذن هذه هي شنو من ضمن هذا ضمن ال participant نقدر نتحكم فيما يخص الاتصال وفيما يخص هم يعني فيما يخص الاتصال يقصد بال participant chat مع الhost براي ذتلي مع الhost مع البرزنتر مع ال participant أو عموما يتحدث مع أي شخص ممكن أن يتواصل من خلال يعني ممكن أن يتواصل مع أو مع البرزنتر الشخص اللي ينوب عني أو مع الكل ممكن أن يتواصل و ممكن أن يتواصل يعني ممكن أن يتواصل أن يرسل للكل هذي خلاص أنت تحددها أو خصائص أنت تحددها كمحاضر أو ك presenter أو host فيما يخص الparticipant شن اللي ممكن أن بالنسبة للdocument تقدر أن تخلي يسوي إذا كان كان تخلي يسوي لها بالنسبة تقدر تخلي يسوي announce يعني يروح يستخدم الأدوات ما اللي نسميها المساحة و راح نجي نشوفها كيف نقدر نستخدمها من جهة كيف أن هاي اللست اللي دائما القائمة أقدر أن أسوي لها ظهور أو لا أي document ممكن أن تظهر أسوي لها يسموها المربعات اللي يسموها المربعات يظهر على شكل من على شكل مربعات مثل ما شفتوها بالبداية المردنا ناه الصورة يكونون على شكل مربعات اللي هي يسموها الثام أو any page ممكن أن يشوفها هو ممكن أن يشوفها هنا ممكن أن نسوي control يعني لل shared computer emoji أكيد أنه هاي لازم record meeting أي شخص أذاني سعلت هاي الخاصي أي شخص ممكن منكم أن يسوي record للم ما وكذلك أي شخص ممكن أن يسوي control shared يعني بحيث أن يكون غير present هذي نوبات نحن نشيلها صراحة بسبيل أنه بعض الأحيان نتيجة أن الاستخدام بالإعداء يعني متابعة الإعدادات مع المحاضر ممكن أن ينقر على أمر ويسبب برباك للمحاضرة فنشيلهم دائما هذه الإعدادات وبعدها تنقر على أوكي صراحة يقلنا هذا الأمر الذي هو الـ يحتوي من جهة الاتصال من خلال الشات خياراتك ومن جهة الـ أنتم كمشاركين منه الذي يمكن أن يظهر لكم ضمن خيارات التي تكون متاحة لكم على الواجهة التي هي أمانكم الآن كذلك هذا كل ما يخص قائمة المشاركين الميتينج الاجتماع طبعا أنه أكيد أنه أنا من أريد أعرف أنه شنو المعلومات حول هذا الاجتماع يعني أنقر على الانفوريشين راح يقول لي هو هذا الاجتماع اللي يخص بانترنيت لكل شي مقدمة والتعليم الإلكتروني وهو عبارة عن شرح النبوذج هو عبارة عن شرح عن تطبيق السكوب X meeting راح يقول اللي location هذا الميتينج نمبر هذا الـ United Kingdom tool ها اللي هو اللي يستخدم نبات العملية للاتصال والكود كذلك يقول للأشخاص هنا لأعداد ما للأشخاص الحاضرين أنا أماني يقول لي وي حضرتك كلهم 36 36 شخص حاضرين هذا كل شي ما يخص أكثر الاجتماع عندي موجود ويمكن أنا أخذ له صورة بالأضافة للأسماء اللي موجودة على اليمين هذا بالنسبة للميتينج كمعلومات حول الميتينج أو المحاضرة هنا أسوي ستوب للريكوردينج بعدها أسوي ستوب للريكوردينج يعني أغلق التسجيل الفيديو مثل ما نشوفون حاليا يظهر عندكم هنا تسجيل هنا التسجيل هذا هذا المسألة الأخرى من الريكوردينج ستينج أنت تحدد وين تريد تخلي تسجيل لك وين تخلي على الدسكتوب يعني الفيديو ورما يكمل ينزل على الدسكتوب لا طبعا أنا أنصح لو أن تخلون أنتم على الدسكتوب سينزل الملف بصيغة يسموها WRF وهاي الصيغة WRF تحتاج أن تنزل يعني مشغل يسموه MPR2 Play وهذا المشغل أنا رح يعني أبعث الكمياء لشكل رابط اللي هي دائما تكون مرفقات مع المرفقات مع Wipex راح في سبيل أن تستفادوها واتخلوها على حواسيبكم ومستقبلا كذلك أنه تحتاج إلى شيء اسمه Wipex وهذا عبارة عن تقديق موجود يكون على الدسكتوب حتى في سبيل يحول لك هاي الصيغة الWR طبعا أنت ممكن تشغلها وتستمع لها هذا لكن رفعها على يوتيوب ذات لي تتبعثها حتى في سبيل أنت تخرج من أنه لازم ينصب تطبيق ليقرأ هذا الامتداد أنت 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 يسوي من خلال أن تقدر أن تتحول الصيغة من الى مثلا MP4 أي صيغة بحيث هاي الصيغة تكون كل المشغلات يعمل عليها أو تخلي على الكلاود مثل ما أنا هسا تخلي على الكلاود رح يأخذ وقت يلا أقدر أبعث لكم الفيديو يمكن يأخذ 5 ساعات أو 6 ساعات يعني حسب المساحة الموجودة عندي المتاحة فقط عندي 1 قيق حاليا المتاحة أو هي أصلا هي المساحة لذلك نحن نستخدم الدفع ونصر أنه نستخدم هذا التطبيق وهو ما يأخذ مننا دقاعة صراحة أو يأخذ مثل الساعة أقصى مدة وهو حسب حجم الفيديو صراحة فهو حسب يعتمد على حجم الفيديو إذن هذة تطبيقات يعني تحتاجونها بحالة أنه خزنت على الديسكتوب أما بحالة أنه استخدمت هذا استخدمت الخزن على الديسكتوب لأنه لما تريد تسوي تسجيل للمحاضرة من هذا الخيار لما تريد وين تريد على الكلاود على السحابة على الإنترنت ويكون مؤمن طبعا على الإنترنت يكون مشقر وراح الآن أبعت لكم الرابط بيا مفتاح تشفير بحيث أنه هذا المفتاح التشفير أنه إذا ما موجود عندك ما ممكن الأشخاص يطلع على الوبنار هذا هذه بحالة أنه أنت تريد تبعث من خلال الكلاود على شكل يعني شير تسوي لشير مباشرة أو تنزل من خلال الكلاود تنزل بصيغة MP4 وممكن أن ترفع على القناة الخاص صديق أو تسوي لشير مع الطلبة ممكن أن يستفاد منه يكون عام لكل شخص أن يستخدم الأمر الآخر الولكام ميسج ما ننقر عليها لان راح يفتح لنا براوزر هذا الولكام ميسج أنه أنت تدخلي عبارة لما يدخل شخص يعني عبارة ترخيبية أنه تقول لأنه مثلا أن هذا الوبنار هو يخص هذا الموضوع وأني يعني اتعرف عن نفسك به يعني إذن هي عبارة عن ترخيبية مثل المقدمة اللي إحنا بلشنا بها ببداية الوبنار الأوبشن هنا بالخيارات وهذه جدا ضرورية هاي الخيارات تشوفوني أنه أنا هنا شايل علامة الصح ليش هنا يقول allow all participants to turn on video هذا بهذه الحالة أنه أنا لمنشلت علامة الصح يلت منكم خيار الفيديو ما ممكن أنه تستخدمون الفيديو لأن بعض الأحيان أنه بعض الparticipants يحاول أنه يتصل فيديو يعني عنده يعني تحب أنه للفيديو خلي نقول دائما أنه تلاحظوا أنه هذا يأثر على الشبكة يأثر على الاتصال طب هاي الحالة أنه أنت شو تسوي حتى في سبيل أنه ما تقاط أكثر من مرة تنبئ عندك خيارين إما الخيار الأول أن تشيل علامة الصح ويكون هذا غير متاح عند الparticipants خاريا هو غير متاح ما يقدر ما أحس منكم ما ممكن أن يدخل للكاميرا لأن أنا شايف علامة الصح من هذا الخيار كذلك أقدر أن أشيل الشات بحيث أنه ما أحد يقدر يرسر الرسالة كذلك أن أشيل النوت ما أحد يقدر يخلي ملاحظات هذه كلها ممكن أن أنا أتحكم بها من خلال من خلال إيش من خلال اللي يسموها الميتينج أوبشن اللي هي من قائمة شنوها من قائمة ميتينج وكذلك أن أنا أقدر أسوي شنو أقدر أسوي لوك ميتينج قفل للاجتماع حالة أن أنا كان مهم وما أحب أن أحد يدخل فقط إحنا الخمسة ندخل وراء ما يدخلون الخمسة موجودين عندي على البنال أسوي لوك ميتينج بحيث هو ما يقدر يدخل وهو ما عند أصلا القفل من الميتينج هذا بالنسبة لشريط شنوها هذا اللي بالنسبة لشريط القوائم وما يخص المساحة اللي يعمل عنها المحاضر أو الدكتور أو البرزينتر أو الهوست يعني كلها هي نفس المصطلح واحد فكل ما هم يخصها الأمر الآخر اللي حاليا جاء البرزينتر هاي أسوي فريز يعني ستوب يكون تجميد للمن للشاشة بحيث أنه أنا إذا أريد أروح عندي سلايدات وهاي السلايدات موجودة مثلا ضمن مختوى على دكتور وما ريد شخص أنه يشوف دخلت أنا على البيانات ممكن تكون عندي دكتور بيانات خاصة فش أسوي هنا يعني عملية توقيف مؤقت فيز للشاشة بحيث أنه تكون الشاشة ثابتة أمامها وأن أروح أظهر السلايدات وأرفع هذا التجميد أو اللوك سكرين ويمكن أنه مباشرة تظهر عند السلايدات لن يطلع على ما تم الباث اللي أنت استخدمت الطريق بعملية الوصول إلى السلايد هنا الشير عندك نفس الخيارات اللي موجودة بالشير هاي القائمة بما أنه يسموه ميتينج كونترول يعني يخلو لك الأدوات اللي أنت تفتاجها الشير عندك نفس هاللي شرحنا شير كونتينت يعني أنا أعرض لكم السلايد من خلالها عندك شيء اسمه الأساين كونترول اللي من تخليه بريزنتر بريزنتر من تخليه بريزنتر من هذول الأشخاص من حاليا دكتور أناس وليد مثلا دكتور فرمان أي من الأشخاص دكتور برغام أنه تقدر تخليه بريزنتر وهو مثلا أنا كملتها سجز أمالتي فأجي أنقل على دكتور درغام وأقول أوكي دكتور درغام تتحول وكأنما يتحول الواجهة وهو يبلش يدخل وكأنما أنا أماركم هالسا حاليا لو كان شخص عندي مثلا بإستراليا وشخص موجود بالإمارات وشخص موجود بالعراق وهذا ثلاثة هم كل واحد عنده محاضرة يريد يلقيها المجموعة من الأشخاص ممكن أنه خلص اللي أنا مثلا من العراق فأجي دكتور درغام اللي هو من الإمارات أقول أنت هو راح تتحول الأدوات كلها أمامه وراح وهو يمطينا المادة العلمية وإحنا كنا نصبح متفرجين وكأنما نقول المايك بالجلسات الحقيقية نقول حاليا أنه الكلمة للشخص الدكتور فلان هي نفس الموضوع يعني وكذا هذا يحاول أن يقربنا من يقربنا من الواقع الحقيقي هذا بالنسبة للassign ضمن هذا control هنا نسوي كتم يعني كتم حالة قبل لا تبدأ المحاضرة ممكن يسوي كتم إذا يحدث شيء هذا ممكن محهد أنه يسمع هذا هنا recording ممكن أنه أطلع الوقت الذي استغرقت المحاضرة هنا يكون عندي هذه أهم تول يحتاج ها المحاضر هذه تول أنه ظهر أمامكم مثل ما نشوفون هذه تول ظهرات هذه ممكن أنه أنا أجي هنا على هذا الاسم أي من الأسماء أو على هذه القائمة أخلي خط تحت مثلا عندي سطر ممكن أنه عندي مجلس كلية مجلس جامعة لما نتحدث عن فقرة معينة ممكن أنه أخلي أستخدم هذا القلم أو ما عجبني هذا أستخدم هذا السهم هذا السهم أنه يكون يؤشر وممكن أنه الأنظر دائما ما المشاركين هي تنتقل مع هذا السهم وهذا يكون شيء مهم بالنسبة ألمن أعدات مهمة بالنسبة للمحاضر في سبيل أنه يجعل المشاركين أكثر تركيز وأكثر من جذاب المحاضر هي أدوات يستخدمها مثل هي تكون بإيده هو من خلالها يتحكم بطرق طريقة العرض أو صيقة العرض مالتي هنا أنا أقدر أكتب مثلا كلية العلوم الإسلامية جامعة التكريت أقدر أكتب والأشخاص المتابعين ممكن أن يلاحظون الكتاب مالتي بكل الأدوات وكأن نصبر أمامي حتى لو كان عندي سلايدات أقدر أكتب عليها أقدر أش أقدر أشر عليها أقدر أخلي خط خط مستقيم لاين تحت الكلمة هذه مثل ما شوفون خليه خط مستقيم أنه تركزوا لي على هذه المسألة وأدي أشرحان بهذا الموضوع بالإضافة بالأطس أو أ.♪ أضف الموضوع هاتي أدوات ممكن أن يستخدمها منه ممكن أن يستخدمها المحاضرة وكلالك تشد من المحاضرة الأمر الآخر أقدر أستخدم دائرة مربع ممكن أستخدم دائرة أدوات عندي ممكن أستخدم دائرة ممكن أنه أنا بتصويت الأشخاص بتصويت الأشخاص مثلا عندي أشخاص هذا أخذ صح مثلا الأسماء لما أعرض معالتهم الأسماء أقول مثلا الأشخاص اللي صوتوا اللي صوتوا حاليا خل نفترض أنه بهاي الصيغة خل نظهر الأشخاص اللي موجودين هنا نظهر هنا الأشخاص خلي نحذفهاي حتى تختفي عندي راح أشوفكم مثلا مثلا صار تصويت على مسألة معينة صار تصويت على مسألة معينة فأني أريد مثلا هنا دكتور أستاذ علي صوت أو دكتور علي صوت هنا مثلا مهند صوت مثلا هنا عندي دكتور عزيز صوت على القرار هذا دكتور صوت على القرار أو حضور حتى حضور وهي تحفظ الكومينت هنا بها حفظ أن تحفظ كل شيء طبعا صراحة أو تأخذ الانسكرين انت أو صورة الأشخاص اللي ما صوتوا تقول هنا الشخص هنا دكتور أنس مثلا دكتور جمال ما صوتوا على هذا القرار فأهلا ما شنو نطعك خلاف طبعا أكو حسو حاليا أكو شخص جاي يرسم ويايا جاي بالموبايل جاي تظهر أماني إذن شنو حتى ينطي قابلية 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 للقالب أو المشاهد ينطي قابلية أنه يكتب تعليق يقول للأستاذ آه عندي يعني سوفهم حول هذا المصطلح أو سوفهم حول هذا الموضوع ينطي قابلية كأي ملاحظة أنت فهو هاي الطول اللي أنت تحتاجها كمحاضر أو كرأي جلسة هذه الطول ضرورية أن تكون موجودة عندك وهذه التطبيقات اللي هي حاليا نحن نفرض علينا التعليم الألكتراني وفراحة التعليم الألكتراني هو ضروري أن يكون مشوفا هذه الأدوات هي ممكن أن تنفعنا خصوصا كليات مثل بياتكم هي تكون وسيلة ممكن أنه الحل كثير من المشاكل ومنه الطوارئ اللي موجودة المشاكل اللي تخص حاليا الوباء وكورونا إذن أنه أنت تقدر أنه تنفع الناس من خلال هذا وممكن أن يكون هذا يعني النفع اللي أنت قدمه راح يكون يعني بأقل جهود وكذلك وبدون أن يسبب معاناة أو يسبب فضور للمشاركين أو الطلبة اللي أنت خلل نقول بتريد تنطيهم المحاركة أصبح هو ضروري بالتعليم الإلكتراني إحنا كتدريسين بالجامعة كمحاضرين نجعل على هذا ما إحنا نستخدم قدر المستطاع الأدوات اللي نحاول قدر المستطاع أن تصل المعلومة نركز على الأدوات ممكن المتهم يكون على شكل سلايدار المتهم ما لكل يعني موادكم تكون على شكل متون مثلا الحديث توضع بسلالة ويجي الأستاذ أو يجي الدكتور يشرح هذا المثل وتكون هي مسجلة وتبعث من خلال كود وهذا كود إن شاء الله إما ما يريد يسويها طابلك لكل وتستفاد منها كل الناس رائزة خاصة يستخد كود وكواب راح تشوك ما يريد يغير هاري الكود ويمنع الوصول إلى المادة اللي هي العلمية اللي يبعثها على شكل فيديو إذن هذه الأدوات نحن حق الناس أن نستخدمها في سبيل أنه نوفر يعني نوفر على الطلبة مجهود في مسألة الفهم كذلك المناهج اللي يعني نحب أن ننبه عنها بتعليم الإلكتراني لازم تكون المناهج مالكي توافق التعليم الإلكتراني يعني لذلك نركز أن تكون لازم سلايدات تخلى بها رؤوس المواضيع مالكك بس العناوين رئيسية إذا كان عندك أي من العناوين أنت تخليها الرئيسية لأنت راح تشرح هاي المادة فهذه لازم تكون المادة العلمية هم موافقة لتعليم الإلكتراني أما أنه أنا أرفع لكتاب هذا ما يتوافق للتعليم الإلكتراني التعليم الإلكتراني لازم من جهة يكون مدعوم كذلك الإستاذ لازم يحضر الأدوات يقطن الأدوات من ضمنها السيسكوب من ضمنها من ضمنها السيسكوب من ضمنها خلي نقول أي من هذه التطبيقات اللي هي الموجودة حاليا إحنا تحدثنا عن بعض التطبيقات وإحنا دائما لنريد نقارن وهم ما موجود عندنا نقارن من مسائل فتحدثنا بالبداية عن بعض التطبيقات اللي موجودة ممكن أن تستخدم فإذن هذه الأدوات اللي أنت تحتاجها لازم تكون أنت مستعد لها بالتعليم الإلكتروني قلنا بالأضافة إلى المادة العلمية لازم أنت تهيئها أن تكون هي مهيئة للتعليم الإلكتروني تكون على شكل سلايدات إذا ما تكون على شكل سلايدات راح يكون بها سهاب وممكن أن يدخل بجهد أعلى وهذا مو الهدف من التعليم الإلكتروني هو الهدف هو الهدف إنجاح هذا التعليم وكذلك أنه استخدام بإيش باستخدام الطرق أو الشروط اللي وضعت على هذا التعليم من ضمن هاي الشروط أن تكون المادة هي موافقة بالإضافة لأدوات تكون أدوات صحيحة الجوجل كلاسروم هو يعني خلاص هو يعتبر هو من من أدوات التعليم الإلكتروني لكن ما ممكن لهذا جوجل كلاسروم أن يؤدي الغرف كامل إذا كانت إذا لم تكن هناك مادة هي توافقة لجوجل كلاسروم مادة علمية ملخصة تكون وكذلك موضحة إذا كانت المادة العلمية مثلا يعني ملخصة تكون يعني ممكن الأستاذ أنه يلخص ويشرح على المادة العلمية ويبعثها للطلاب وممكن الأستاذ ينفعل مرفق فيديو مثل ما هل نحن جاي نفعل أو أكون الأستاذ يقول لا أنا أريد أنه أجلس يا طلاب ماتي مثل حالي وصلت أربعين واحد أجلس يا طلب ماتي وأنتهم محاضرات أنا يوميا يعني عندي جذوة اليوم الأحد ويعني الأحد غالبا الذي يصبح عندي تأجيل السبت الثين الثلاثاء الأربعاء محاضرة مستمرة وكأنما أنا قاعد مركزي محاضرة مستمرة تبل من العشر بالليل أختار لوقات اللي هي يكون قليلة ذروة بيها في سبيل النور ويصير مشارك وكأنما الطلاب وراء ساكل في قناة تنزل الفيديوهات تنزل الفيديو ما للمحاضرة فالطالب اللي ما تعذر أن يصال تعرفون الوضع حاليا إحنا لازم ناخد بنظر الاعتبار يعني أنا كمحاضرة حاليا أدي دوري يعني عظم أنه أنا أتكلم بهذا السيغة لكن أنه أدي دوري كمحاضرة أنه لازم إيش لازم أنه ناخد بنظر الاعتبار لأن هاي مسؤولية إحنا راح ننسأل عنها يعني يمكن شخص من ذول اللي موجودين مو كلنا إحنا نمتلك يعني مو كل الناس تمتلك ما إحنا نمتلك إذن مختلفة فهذا نطيف فيديو للمحاضرة ممكن يوم ممكن باشر ممكن يروح لأحد من أقاربه ويطلع على الفيديو وممكن يستخدم منها إذن هذه مقار إحنا نتطرق دوما أنه ذكرنا ضمن التعليم الإلكتروني إذن لازم نطرق لهذه مسألة وناخذها بنظر الاعتبار هذه الأدوات لازم نتقنها في سبيل إنه شنو في سبيل إنه إحنا نؤدي واجب يعني إحنا نقول بأقرب إيش بأقرب للواجب اللي كنا نؤدي بالواقع الحقيقي اللي موجود هذا كل ما يخص طبعا هنا يبقى اللي موجود هنا شرح هذا اللي قلنا أكو أوامر أخرى هذي شرح نحن الأدوات اللي تظهر عن اليمين أكو هنا more option بي هل شرح نحن شرح نحن الكي اليمين شرح الview full screen للكول الأوديو شرح وكذلك إنه هذي كلها شرح نحن هذي بأمن يخلي لك يكرر ها ليش لأن إنت اللي من سوي share فقط هذا الشريط يكون متاح إليك فلازم يخلي لك الأمور اللي أنت تحتاج وتصل لها سريعا بدون ما ترجع تسوي sharing وهو هذا كل بالإضافة لأي من هاي الأشخاص أكثر انقوا عيش يمين مثلا دكتور عنس وأقول لها دكتور عنس يصير presenter يعني شنون يصير خلاص دكتور عنس ممكن أنه تتحول عند السيطرة ويعرض مثل ما ذكرت لكم مثال ويعرض محاضرات أو أسوي هو اللي هو أعلى من البرزمور يعني تلك نفس الأدوات اللي أنا حقي أنت لك لأن البرزمور ما يقدر أنه يتحكم بيها كذلك أسمح لأنه يستخدم الأدوات ما للعرض والساحة أعرف كل كذلك وأدع وأقدر كذلك إذا كان طالب أقدر أسوي الأطارد آخر شيء أسوي الأطارد لهذا الطالب وما يقدر وتظهر العبارة أنه أطارد من الجلسة وهذه كل هالأدوات هذا كل ما يخص شنو هذا كل ما يخص اللي خلي نقول التطبيق اللي هو السيسكو وبيك وكذلك كل ما يخص الإنترنت لكل شيء اللي هو بالنسبة لإنترنت الأشياء اللي هو المصبح بدايته أو يكون في 2020 ويستمر ممكن إلى 30 سنة ذكرت لكم الجانب الحسن وهذا باعتبار أنه عبارة عن أدوات توفر أن أسهل الحياة تشيير كل شيء أن يكون كل شيء مشيئ كل شيء مشيئ حتى الإنسان راح يخلو لها رقاقة بحجم الأرز ممكن هذا الإنسان يكون شيء من هذه الأشياء إذن خروج التأثير على الأنسية بهذه الصيغة هي محل دراس ودخول الانترنت والخصوصية ممكن أن تنتهى كل شيء قال أنت حدثنا حسن لازم نطلع عليه خصوصا نكون قدر المسؤولية والانترنت داخل البيت وممكن داخل مؤسستي وداخل البيت عندي خصوصية وداخل المؤسسة عندي خصوصية إذن هذه الخصوصية أنا قدر المستطلع أحافظ عليها لا أعرف التطبيق اللي أنا أصبب حاسبتي أطلع على الشروط اللي بين وبين بالتنصيب الشروط اللي أنا وافقت عليها أغلب التطبيقات هي أن تتوافق على شروط أن يستخدمون بياناتك الشخصية وإحنا ما ندري لذلك هذه الشروط لازم نطلع عليها مجتمعاتنا لا تسمع بهذا الفوضوية بالتعامل مع البيانات وكذلك وجود هذا الجيل يعني أنا شفت سنة 2014 كانت هذه الأجزاء المنزل مرتبة يعني بالثلاجة فيناها بالإمارات يعني تلقى تخيل أنه الثلاجة نفسها تكون مرتبة بالإنترنت وعندك أبليكيشن بالموبايل وإنت تشوف ما موجود بالمحتويات شعار يقول هاي المادة وهي المادة وهي المادة وهي المادة ما يجعل لديك رسالة أنت التعامل مع كل هذا الدخول على مستوى على مستوى أجزاء هو هو اللي هذا يعني هذا الدخول هو اللي راح يخلينا بحذر بعمليات أو طريقة التعامل مع هذا الجيل القادم وخصوصا احنا مجتمعات يعني بعيدة شوية حتى بمناهجها بعيدة عن يعني ما يخيط ما من تطور لهذا أنه ممكن الأخطاء اللي تتلع بها المجتمعات اللي هي جربت هذه التجربة أن تتقع هذا الأخطاء وما تصل من نتيجة أنه مثلا ضعف الاتصال ضعف يعني اللي موجودة مع معرفة موجودة من المؤسسات تعليمية ممكن أن نتسوي دعم نارض اليوم اللي هو كان كلية العلوم الإسلامية في جارعة التكريد وكلية العلوم الإسلامية هي من الكليات اللي أخذت نسبة 100% وشفنا هذا الخبر على موقع الوزارة على موقع تعليمه طبعا أكيد أنه هذا كان بجهود السيد العميد وكذلك بجهود المعاون العلمي والمعاون الإداري والكادر التدريسي اللي هو أكيد هو لو لا الكادر التدريسي ولولا اللي ما موجود من كادر إداري ما يمكن ما يدروا أن يحققون هذه النسبة العالية من إيش من التعليم الإلكتروني. إذن هذا كل ما يخص المحاضرة مالكي وكل ما يخص أنه شرح التطبيق وشكرا جزيلا لعباكم وننتظر الأسئلة